لو حماتك من البرج ده ما تتجاوزيش ابنه الحموات الفاتنات الحمعامة حماتي ملك عبارات بيردتها الكثير من الناس كتعبير منهم عن صعوبة التعامل مع الحمى او الحمى شديدة الطبع لكن مين هي الحمى اللي بيقصدها ناس دي بكلامهم وبيحضروا من التعامل معاها او حتى الهروب من الجواز بابنه لانها ببساطة هتحول حياتك لجحيم او معسكر لا يقبل فيه بالنقاش اولا حموات برج الحمل متسلطة وبتحب تفرد رأيها حموات برج الحمل معروف عنهم انهم من اكتر الحموات تسلطا وبيحبوا يفردوا رأيهم وده تكتشفيه بالذات اثناء فترة استعدادات الجواز من حيث فرض رأيها واختياراتها على تجيز بيت الزوجية من الالف للياء يعني ما بتحبش تسيب حاجة لحد سواء ابنها او العروسة نفسها حمات برج الحمل بتحب تفرد سيطرتها على كل من حولها وخاصة زوجات الابناء اللي بتعتبرهم من وجهة نظرها وصيفات الملكة لانها هي الملكة طبعا وده امر غير قابل للنقاش كمان حمات برج الحمل بتحب جدا لفت انتباه ابنها ليها باستمرار ومن الصعب جدا تلاقيه منشاغل بزوجته عن والدته لانها بتعتبر ده سرق من الزوجة لابنها اللي بتشوفه ملكها لوحدها وغير قابل للشراكة مع اي حد مهما كان حمات برج الحمل هي النسخة نسائية لجعفر العمدة في حل مشاكل ابنها وزوجته يعني هتسمعك وفي النهاية هتقول الحل الغير قابل للتعديل من الاخر لو اكتشفت ان عريس المستقبل والدته تنتمي لبرج الحمل اهرابي وما تبصيش وراكي